بسبب ما خلفته الحرب الأخيرة من إعاقات دفعهم إلى ابتكار ما سموا بالكرسي الذكي وجه المدينة لهذه الحلقة الفائز بالمركز الثالث في معرض الاختراع والإبداع الذي استضافته العاصمة المؤقتة عدن بدأ كل من مريم عبد الحكيم ومحمد أحمد وريهام عيدروس فكرتهم في اختراع كرسي لذوي الاحتياجات الخاصة مزود بأحدث التقنيات كمشروع تخرج حصدوا فيه أعلى الدرجات في كلية الهندسة قسم كومبيوتر والمركز الثالث في المعرض الوطني الأول لاختراع والإبداع الذي استضافته على مدى أيام العاصمة المؤقتة عدن فكرة المشروع أجدت أنه بعد الحرب والأضرار التي سببتها في بعض الأشخاص فقدوا أرجلهم وأيديهم وأصبحوا معاقين فإحنا حاولنا أن نساعدهم على حركتهم وكذا وتكون حياتهم أكثر طبيعية نوعا ما فأجد الفكرة من هذا الشي كيف أننا نقدر نخدمهم عملنا الكرسي طبعا حاولنا أن نعمله من مواد بسيطة جدا بحيث أنه ما يكونش مكلف وستخدمنا حدايذ ومنا يعني فردة الحديد والعقل وكذا وبدأنا نبدأ من خطوة خطوة بالبداية لحمنا وكذا بعدين أقلنا بالبرمجة هو بالبداية كان عبارة عن روبوت فكرنا نحن كبنا نتحكم فيه عبر الصوت هذي بعدين حبينا نحوله من روبوت يعني حق أطفال إلى كرسي متحرك يعني حقيقي يستخدموا المعاطين فطبعا كان من أهم الميزة كمان أنه عملنا من مواد بسيطة أصبح التكلفته قليلة يعني يعني حوالي كامل كلفنا 60 ألف مع البرمجة مع القطع استقى المهندسون ثلاثتهم فكرة الكرسي الذكي من أحداث حرب ميليشيا الإنقلابيين على عدن والتي تسببت بالكثير من حالات الإعاقة الدائمة فأراد هؤلاء مساعدة المعاقين من أبناء مدينتهم وتعوضهم شيئا مما فقدوا وبسعر مناسب كانت الخطة أن كيف نقدر نخدم هؤلاء الناس هذا الطبقة الضعيفة من الناس باستخدام المعلومات والعلم اللي يتحصن عليه في مسيرتنا التعليمية خلال خمس سنوات ففي البداية يعني حاولنا نضيف للأي آي إلى كيف ممكن نستخدم هذا العلم لخدمة هؤلاء الناس كان في البداية العبارة عن كرسي هذا الكرسي حاولنا الدخال الذكاء الصناعي إليه في البداية أدخلنا بتقنية التعرف على الأوامر الصوتية وكان تركيزنا وأهم في النجاح الذي حققنا في هذا الجانب أنه كنا بالأوامر باللغة العربية لخدمة الناس في مجتمع في بيئتنا المحيطة استخدمنا وحدة الوامر الصوتية لتحقيق هذا الغرض تقوم بالسلام الأوامر الصوتية عن طريق المايك من المريض وتعمل لها بروسسينج وثم تعطينا يعني تحولنا هذا الأوامر إلى سيغنال حيثنا نقدر ندخل في الجانب الكهربائي من الكرسي حيث نوصلها تعمل أوفر كنترول على الجزء الكهربائي من الكرسي المتحرك كرسي ذكي متعدد الخصائص ومتنوع الاستخدام كان نتاج عمل طويل وجهد شاق ومراحل متعددة استعانوا فيها بالكثير من الخبرات وصولا إلى هذا النجاح أهم ميزة فيها أننا استخدمنا ميزة الصوت وهي عادة مش متوفرة بالكراسي التي هي حاليا متوفرة في السوق فكانت هذه أهم ميزة سببت نجاح لعملنا وكما كان من أهم مميزاته أنه كان تعتمد على اللغة العربية اللغة الأم اللي بينزل فيها الكرسي وكما هو يدعم لغات أخرى بس لحنا استهدفنا اللغة العربية نمشي عن طريق الصوت صوت المريض نفسه بحيث أنه المريض يتحكم بحركة الكرسي يمين يسار وده كله كان باللغة العربية عشان يكون متداول أكثر الهناء الناس يقدروا يستخدمه فطورنا هذه الفكرة أنه بحيث أنه بالصوت يكون أحسن له يعني في حالة أنه المريض ما يقدر لا يستخدم له أرقله ولا يعده يعني شلل رباعي بيكون عنده ففي حالة أنه المريض كمان ما يقدر مثلا يتكلم أو شيء فممكن نحن بالعصة الإلكترونية في حالة أنه يقدر يعني استخدم أيدي في عصة الإلكترونية هذا الخيار الثاني الخيار الثالث هو أنه إذا ما يقدر لا يستخدم له صوته ولا أيديه وكذا فيه عن طريق تطبيق القوال ما هو تطبيق القوال؟ تطبيق القوال هو تطبيق أندرويد نحن عملناه بحيث أنه فيه شخص مساعد له يقدر يتحكم بحركته عن بعض فيه عن طريق قهاز قطعة بلوتوت متصلة بالقوال والشخص يقدر يتحكم فيها ويقدر يتحكم بالكرسي كرم هؤلاء الطلبة بالمركز الثالث في معرض الإختراع والإبداع الأول بعدا الأمر الذي ولد لديهم الرغبة في مواصلة هذا النجاح وأكدين أن مشاركتهم في معارض الإختراعات القادمة ستكون بأفكار متجددة واختراعات أكثر تطورة فزنا نحن بالمركز الثاني في التطبيقات الهندسية الميدالية الذهبية وفزنا بالمركز الثالث على مستوى المعرض القائزة الثالثة كان شعور عندما كان يوم الحفل الختامي في كلية الأداب عندما كان يذكر رئيس المشروعنا كانت شيء غريب كده صدمة بصدق ما توقعناها لكن دعم بعضنا لبعض هذا سر النجاح الحقيقي كانت خطتنا ما فيش سغف محدد كل شيء ممكن الشيء الوحيد اللي يمكن يقيدنا هو عامل الوقت تحت هذا الفكرة تحت هذا الأطار نحنا قدرنا ننقذ شيء ممكن نسميه إبداع أو ممكن نسميه اختراع ونتمنى أن لا يكون المعرض الوطني لاختراع والإبداع فقط أن يكون هناك معرض وطني ثاني وثالث ويستمر مستقبلا إن شاء الله على الرغم من وجود الدعم المعنوي الكبير الذي لمسوه إلا أن الدعم المادي يكاد يكون ذاتيا مما دفعهم للتخلي عن بعض التطويرات في اختراعهم الذكي تاركين ذلك للمستقبل القريب إن توفرت لهم الإمكانيات عندنا مجموعة من الأفكار اللي نشي يعني نطورها بهذا الكرسي أول فكرة إن إحنا كيف بنخلي هذه البطارية تشتحن مش من الكهرباء وهي نحنا نزودة بألواح شمسية بحيثنا تشتحن دائرة طبعا بلادنا بلاد مشمسة فبنكون وفرنا نقطة من ناحية تشتحن وهذه المشكلة كمان التطوير الثاني نحنا نشي نحوله من كرسي يستقبل أوامر صوتية وينفدها إلى كرسي ذكي يستطيع التفكير وهذا من خلال يعني طبعا أجهزة فيه متخصصة بهذه الأشياء ومتوفرة بالصين طبعا أسعار غالية بالدولار ويعني ما قدرنا نشتريها هذه الأجهزة تقرأ موقات الدماغ بحيث أنه يقرأ المريض هذا ماذا يفكر من حركة التجهي بهذا الكرسي فهنا بنكون تخلينا عن الصوت والحركة اليد واعتمدنا على موقات الدماغ والتفكير يفكر فيها المعاقب وكمان جسمه فيه كمان قانب تاني أنه نشري نطور الأدوات التي استخدمناها مثل أدوات الصوت، استقبال الصوت وكذا فيه أدوات داتة كفاءة عالية وطبعا سعره غالي فإن شاء الله لو طورنا نطوره داتة تكون كفاءته أعلى من هذه الكفاءة التي نستخدمها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة